اشتركوا في القناة 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 الامر ستكون انت الضامنة ستعطيهم من عندك على كل حد شي ما تكون شي كتير بالاخوة تكون الحمد لله حتى فاهم وهذا الأمور حتى بين ما يشغل الاخوة كتير من الناس اللي الحمد لله بحال الاخوة جيران ولا أصدقاء ولا تتسكن تتلقى يعني ناس اللي ما شاء الله حين تعالى احنا تجمعنا الحمد لله محبة دي الصيدة ربي احنا كي جمعنا الدين تجمعنا الأخلاق تجمعنا القيم الإنسانية شو تكون رجلك قدر يكون راجلك او لا عفوا جارك هو يهودي او لا نصراني او لا ما نعرف من اش من شريعة ولا ديانة ولكن تتلقى عنده قيم تتلقى عنده قيم وممكن يكون مسلم ولا قيم له فإذا الأمر ما ماشي دايما إذا المهم انه اي شخص لمسي في القيم كتعامل معاه بديك القيم اللي رهوة يحملها فهنا يا مسألة انها تقلقت اعذريها انا لمس منك انه تعذريها حاليا اعذريها علش هي كتفكر كين بعض الناس يفكروا في واحد جهة واحدة عندها دين وعندها ديون وعندها تقصية ديال الكرة ديالها سداتوا فإذا هاد الأمر محزنها لما تيحزل إنسان تتمشيلوا واحد طاقة اللي هي نقدره نوصلها إلى النصف قد تصل إلى النصف وبعض الناس تصل عندها الربعة كين بعض الناس اللي كتتمشيلهم طاقة تماما مع الحزن كتتمشيلهم الطاقة فإذا انتي غا تعلميها كيفاش أنه تسترجع تقتها في نفسها كيفاش أنه تلقى واحد الباب ديال أنها تطلب منه الرزق حال مثلا تقدري انتي يتعجبها انتي مثلا كيجوك لكوموند دخلي معاك اختي كيلا قدرتي أولا المجلة ما كانشي يعجبها يا تقول لي لي ما تعجبها شي ديال طبخ وديال حلاوي وديال كذا وكذا شوفي أشو من باب هي تعجبها ديك الباب عاونيها فيه نقدروا نقولوا كتعجبها الخياطة نقدروا نقولوا مثلا أنه كتعجبها كتعجبها الرسم تقدر أنها لا أدري أنها حادقة هي حارة مثلا كي الناس اللي عزيزة لهم أولا لإيالات اللي كيدروا شغال الدار ولكن مدخلهمش للكوزينة وكين عيالات اللي يدخلوا للكوزينة ومتيحملوش يديروش غال الدار ميحملو جفو ميحملو يشطبو ميحملو كذا وكذا إذن كل واحد فايش لمويول ديالو يديروشي حويجات إلى داروها حتى إلى دارو تتقول لك أنا موضطرة وصفي أمارة متيعجبنيش ندير شغال الدار أو لمتيعجبنيش نطيب رغي ما لقيت عليه لين إذا نشوف أنت لك أنت خطك مثلا هي كتعاونها كذا وعندها صحيحة تبارك الله يعني الجسدية ولكذا كلها نهي كيف ما تنقولون نشوف لك شي بريكل كيف تيقولوا يعني نشوف لك واحد سيدة صحبتي ربحة الختي لمشيتي عندها غدتها الله فيك سير غير عونيها لله وخانتي بغيتي أشت خدمي مساعدة في الدار سير عونيها لله في سبيل الله ما فيها تشيعي ومن هنا غتبدأ الخطوة اللولة لما غتمشي معها عندها حتى هي غتعطيها واحد الباركة من بعدها أو تقدر تزد معها شي حويجة وتعطيها لها وتقدر تعطيها شي قضيبة ولا شي اشي وتدي معها شي حويجة على كل حال هنا خلي غيرت تواصل ديالك مزيان معها وبقيت طبيعي لها وخد تقلق منك هي علاج ده بس قلقها تقدر تقولك أنه شوف رهي خدامة عندها وما قدر الشي تعطي وبيني لها بأنه شوف أنت رس أنت عندك المصاريف وعندك الوليدة ديالك تصرفي لها وكين الوليدات وكينك تعاوني ملدار وكذا وكذا على كل حال المهمة ختيغة ما تقطعي شي لغة أو لتقولي شغلاء هذا كأنني درت فيها الخير وهي بغت تقلق ما فيها بس تبيني لها الوجهات النظر هذا هو الغلط اللي تديرو الناس سواء في العلاقة الزوجية أو لا في العلاقة للأخوة أو لا الجيرا أو لا واحد مقلق منك وكتخليه ما فاهم شي أنت علاش مقلق وما كتقدرش أنه تبلغ له بأنه رأنت ها علاش درسي هذا الحاجة ولا علاش الله يستر يعني بنظم تيقطع لغة تماما وتينزل ذك الحوار تيحطوه ما تيبقى شي هدر خطأ لا يجوز مقاطعة المسلم فوق ثلاثة أيام إلا فيما هو وارد عند العلماء بطبيعة الحال في أمور تتعلق بما هو تديون أو لكذا هذا موضوع آخر فإذا هنا أختي تقربي من أختي شو في المشكلة ديالها خرجيها من ديك طاقة سلبية إلى الطاقة الإيجابية خرجيها من منطقة التركيز على ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي ما عندهم شير فلوس وخا أختي أعطيش غديري دي أختي ما تبقيش تفكري في ذاك الهم جي يقلسي معايا غي شو ينضحكو وننشطو جي قلبي على شين كيتات جي عوديهم لي ينضحكو جي فرحيني ونشطيني وعونيني غير غي وننسيني أختي بغلي وننسني مثلا خليها حتى تستانس غتتكون عندها العادة لأنه الشخصية تتكون من عادات من طباع والطباع هي عبارة عن عادات شي الطباع ديالنا اللي كل واحد عنده رهي عبارة عن عادات متراكمة متراكمة مع الزمن تولت صبع هذا كي يزعف ضغية كان هكذا كان في الأول وبقى عادة عادة أخداها صفيح تولدي ما تيزعف هذا كان معجاز بقى ما تيدير والو ما خلو والدي يدير والو ما عطوش الفرصة وكذا وكذا واللف ديك العقز كيف تنقوله ما تيدير حتى شي حاجة إذا شوفي شنه الباعي تختي قدمي لها يد العون وعليك بالدعاء ونسأل الله تعالى لك الخير والتوفيق وتيصير وما عندك شي حتى شيئيت من شاء الله تعالى بالعكس غيكون عندك الأجر لما تقربي منها أكثر وفي هذا الفرصة إن شاء الله مرحبا